انا الالتزام دايماً بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان عياتي بحب الكرة بطير بحلي وعندي هنف انا انت اعظم نادي في الكون الاهل فوق الدمية وإلى أخبار الألعاب الأخرى توجى فريق كرة السلة بنادي الأهلي تحت 16 سنة بلقب بطولة منطقة القاهرة بعدما تغلب على فريق الجزيرة في نهاي البطولة ونجح أحمد الجرح المدير الفني في إضافة بطولة جديدة للفريق بعدما توجى بدور المرتبط هذا الموسم بتكون هي البطولة الثانية له مع الفريق على التواجد بدأت في الثالث عصر اليوم اللجنة المنظمة لبطولتي أفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال وسيدات إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بالعمل في البطولتين وتستثمر المقابلات الشخصية حتى الثامنة مساء اليوم في قاعة فكري أبادا وتنطلق بطولة السيدات خلال الفترة من 4 وحتى 16 مارس المقبل بينما تقام بطولة الرجال في الفترة من 25 مارس حتى 6 إبريل المقبل وكانت اللجنة العلية المنظمة للبطولتين برئاسة محمد الجرح أو دو مجلس الإدارة قد قامت بتشكيل لجنة خاصة لإجراء المقابلات الشخصية من أجل اختيار أفضل العناصر التي من المنتظر أن تقضع لبرنامج إعداد خاص يستأنف اليوم الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهل تدريباته استعدادا للجولة المقبلة من مباريات بطولة الدوري ويعود الفريق لتدريباته في الجيم وصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على سبورتين ويسعى محمد مصالح المدير الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا للمباريات القادمة من أجل الاستمرار في تقديم نفس العروض القوية والمنافسة على لقب البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ضمن منافسات بطولة الدوري وكان الفريق تحقق أمس فوزاً غالياً تحت قيادة حمد الصافي على حساب سموحة بتقديم قابل شوط واحد في المباراة التي جمعت الفريقين بالأسكندرية يذكر أن لقاء طائرة الأهل والطيران كان مقرر لها بعد غد الاثنين قبل أن يتم تقديمه إلى غد الأحد اشتركوا في القناة